أترقل إلى الدمامة الكاتب الصحفي عبد الرحمن الملحم أهلا بك أستاذ عبد الرحمن أستاذ عبد الرحمن بداية خادر محرمان الشريفين تحدث قال إن المنطقة تمر بظروف بالغة التعقيد تحتم علينا مزيدا من التعاون كيف من الممكن أن تواجه المنطقة هذه التحديات مرحبا أخي إسماعيل حياك الله تفضل فعلا كما تفضل سيدي خادم الحرمان الشريفين في كلمته أن المنطقة تمر بظروف صعبة وحساسة للقاية وحينما نقول المنطقة التواجه يجب أن نحط ثلاثة خطوط حمراء تحت أولا التهديد الإيراني ثانيا الإرهاب وحينما أقول الإرهاب أيضا أضع ثلاثة خطوط حمراء تحت الإرهاب الإيراني إيران اليوم توجه حملة سعرة نحو منطقة الخليج العربي ولا ننسى ما ذاقت منطقة الخليج العربي من ويلات اتجاه الإرهاب ما تضمنه الإرهاب الإيراني في المنطقة لذلك نحن اليوم حقيقة في أمس الحاجة إلى التكاتف وإلى إعادة اللم الشمل من أول وجديد وبعد ذلك هذه المرة أن تكون أقوى من ألو مرة إذا رجعنا إلى 2015 في السنة الماضية حلما قام حفظه الله خادم الحرمي الشريف المقسلمان بن عبد العزيز بترتيب لمب البيت الخليجي في قصر العوجة في الرياض انطلقت من خلال هذا التجمع بين ملوك وأمراء دول مجلس التعاون انطلقت عاصفة الحزم هذه العاصفة التي شتتت كل الطموح وشتتت كل الأفكار التي كان العدو يريد أن يقترب بها من منطقة الخليج العربي نعم ترسل اليوم حفظه الله يعيد هذا الترتيب من جديد وبقوة من جراء زياراته حفظه الله لإخوانه ملوك وأمراء دول مجلس التعاون اليوم يحفظه الله في كلمته يؤكد أن المنطقة تمر بمواقف صعبة للقاية وتشهد ملفات ساخنة جدا وأهم هذه الملفات حقيقة اليوم الذي نواجهها اليوم هي ملفين الملف التهديد الإيراني وملف الإرهاب وحينما أقول الإرهاب أكرر مرة ثانية أقول الإرهاب الإيراني نعم طبع أستاذ عبد الرحمن يعني في ظل هذه الملفات الساخنة برأيك هل تعتقد أن هناك ضرورة الإصراع بإعلان الاتحاد الخليجي في مواجهة المنطقة من هذه المخاطر هل تذكرتها سيد عبد الرحمن نعم وأكتنى نحن في أمس الحاجة إلى ضرورة إعلان الاتحاد الخليجي حينما اتحدنا العام الماضي في 2015 كانت لنا ضربة قوية اتجاه العدو لم يستطيع العدو حقيقة أن يواجه دول مجلس التعاون وبإذن الله لن يستطيع أن يواجهها ولكن نحن أيضا اليوم نريد اتحاد قوي في جميع المواضيع اقتصادية سياسية عسكرية أيضا حقيقة يجب أن تكون لنا هناك توحد أو اتحاد إعلامي لكي نواجه الحملة الشرسة التي توجهها إلينا إيران عن طريق الإعلام نحن بأمس الحاجة إلى إعلام قوي إعلام مرئي ومسموع ومقروء حتى نواجه التحديات في هذه الظروف الصعبة للقاية